موسيقى بظل الحديث عن النظام الجزائري والعسكري والبرقية اللي كانت تتحدث عن الأعداء التاريخيين وعن المغرب وطبعا وإسرائيل هذا هو الأعداء التاريخيين أما فرنسا اللي احتلتهم 132 سنة ماهيش عدو هذا صديق حميل لا راه وراه ماكرون شفت البوسات انتاعوا إلى تبون في شرم الشيخ هذا صديق حميل المهم تذكروا الاتهامات اللي وجهها النظام الجزائري للمغرب راه دير البيغاسوس ودير التجسس وأعمال عدائية على الجزائر وكذا وكذا وقعموا الدنيا وأقعدوها ولم يقدموا دليل سوى اعتمدوا على ما نشرته أحد الصحف تلك المجموعة الإعلامية التي نشرت تلك الأمور انتاع البيغاسوس وما إلى ذلك ودبقى دائما وسائل الإعلام ماهيش تحقيقات انتاع دول ووجهات قضائية المهم وجهوا ليهم الاتهامات كثيرة والمغرب تجسس على إسبانيا تجسس على فرنسا كلها ظهرت حكايات فاضية للحظة هذه الجزائر لم تقدم أدنى دليل أن المغرب تجسس عليهم البيغاسوس إذا كان ما عندكمش تلك الكارثة وإذا عندكم وتخفوا فيهم فالكارثة أكبروا ربما خايفين من حاجة يعني يا المغرب تجسس عليكم بالبيغاسوس ولا لا إذا تجسس عليكم معناها كل بلويكم عنده لذلك خايفين تهدروا خليتوا كلام عام لم تظهروا شيئا من الأدلة اللي عندكم لأنكم خايفين ظهروا شيء طلع لكم هو شيء آخر أو أنكم تكذبوا عليه وهذا الأرجع وهذا الأرجع عندي لأنه لا أستطيع أن أوجه التأتيام بدون دليل أنتم اللي قلتوا بأنه المغرب راهوا جسس علينا بالبيغاسوس وصل غرفتنا وبوتفليقة والسعيد وشنجري والقيد صالح وغيره هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في إطار هذا الأمر نفسه خرجت وكالة الأنباء المغربية ماذا تقول؟ تقرير صادر عن الوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس يبرئ المغرب من أي اتهام بالتجسس مادريد هذا كانت في 22 مارس 2024 برأ تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية المغرب من أي اتهام بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا هكذا فإن الخلاصات التي توصل إليها هذا التقرير ضحضت بشكل لا لبس فيه جميع الشكوم والاتهامات التي وجهت إلى المملكة المغربية بشأن أنشطة التجسس المزعومة التي استهدفت رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سونشاز وأيضا كبار المسؤولين الحكوميين الإسباني باستخدام برنامج بيغاسوس وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بأن مسؤولين إسباني كبار سبق لهم نفي هذه الإدعاءات في نوفمبر 2022 وذلك خلال جلسات استماع أمام لجنة برلمانية أوروبية كانت تحقق في استخدام برنامج بيغاسوس وفي السياق ذاتي قررت المحكمة الوطنية الإسبانية في يوليو 2023 إغلاق قضية بيغاسوس لعدم وجود الأدلة تهمات كانت بعض الأطراف الجزائرية تحدث بأنه سونشاز أرضخ للمغرب بسبب بيغاسوس رهما سكين عليه المغاربة بعض الملفات وكذا وكذا طر أنه يساندهم في قضية الصحراء ويعلن دعم مغربية الصحراء والحكم الذاتي بسبب موش مسكين عليه من ملفات هكذا كان يقول هذه صفعة تؤكد بأن حكاية البيغاسوس هذه حكاية ما عندها حتى أساس شوف الدول شوف الدول على إسبانيا وفيها اتهامات قاموا بالتحقيق فيها الدرس العملي للنظام الجزائري البائس النظام الجزائري الذي لا يفقى شيئا في ممارسة فن إدارة الدولة الجزائر جات وكانات قبل أنه قال لك لنا فتحين تحقيق نعم تحقيق الجزائر خلينا نطلع لكم نموذج من صحيفة قال لك بأنه عملنا تحقيق الجزائر تعلن فتح تحقيق حول عمليات تجسس تعرضت لها باستخدام برنامج بيغاسوس كان ذلك في 23 جوليا 2021 أفاد بيان للنائب العام الجزائري الخميس أن نيابة الجمهورية لدى معكمة سيد محمد الجزائرية آمرت بفتح تحقيق ابتدائي على خلفية احتمالية تعرض البلاد لعمليات تجسس طالة مواطنين ومسؤولين باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيل وفق ما أوردته تقارير إعلامية عالمية من جانبها أعربت الخارجية الجزائرية عن قلقها العامية ونددت في بيان بقيام سلطات بعض الدول وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى بيغاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين وجاء في بيان النائب العام أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد الخميس بفتح تحقيق ابتدائي كذا حسب ما أفاد به بيان نائب العام لدى مجد قضاء الجزائر وجاء في بيان نائب العام أن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي كلفت به مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية وأشار البيان إلى أن التحقيق يأتي على أثر ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقل ورد عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسس تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض وتابع بيان النائب العام أن هذه الوقاعين ثبتت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري بسبب جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني وجنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة المعالجة الآلية للمعطيات وكذلك جنح انتهاك سرية الاتصالات أين وصل هذا التحقيق؟ شوف إسبانيا براما كذا مخابرات كلها وصلوا إلى نتيجة يعبثوش اتهامات جروا فيها التحقيق وصلوا إلى قناعة لأنك لما تجري تحقيق تتأكد إذا فعلت جس عليك تدير احتياطاتك وإذا كذبه طمعا شعبك بأنه لم يحدث أي تجسس عليك بالبيغاسوس أنت موصلتوا درتوا تعقلتوا وينوصل الملفها؟ لا شيء لا خبر لا خبر راح راح جاء في طار موجة أنا ذاك يستعملها وينسوا الحكاية في حين إسبانيا قامت وبينت وتأكدت وبرأت المغرب من حكاية البيغاسوس معناها هذه ضربة مصداقية كل ما ورد حول تلك الصحف وكوسائل الإعلام التي تناولت الخبر خلاص ضربة قاضية الجزائر لهذه اللحظة ما دارت شيء لا تحقيق استخباراتي ولا أمني ولا إعلامي ولا سياسي ولا قضائي ولا شيء المغرب يجسع علينا بالبيغاسوس سوى في صفحات الفيسبوك وما إلى ذلك من هذه الأمور المغرب يجسع علينا بالبيغاسوس المغرب راوي هاجم فينا المغرب يدير المغرب دين والتي تكنس الثكالة همهم فقط الشكاية على أنه ما فيهمش خطابة لهم هذه هي العكاية لا لا ما هيش دولة هكذا إذن المغرب يعني براءة تامة هو ليس متهم هو وسائل إعلام تحدثت دول لجأت إلى الأساليب انتع الدول الشيسير أعلنوا هكذا تحقيقات وبعد ذلك لا شيء إما أنكم حققتم تأكدتوا بأن المغرب بري ومش حابين طعتوا هذه الورقة آه خلاص حققنا ما القينا والو خلي ما نقوله هاش أو أنكم لقيتوا بأن المغرب كان عايشي لكم في رئاسة الجمهورية وأيضا سكتتم على هذا العال وفي الحالتين أنتم راكم في إدانة مطلقة دول تحمي نفسها ما تتحركش بهذه العبثية وهذا الكلام الفارغ الذي لا معنى له إذن صفعة صفعة لأطروحة الجنيرالات اللي حاب كانوا يقيموا الدنيا وكان بسبب الدافع الأساسي اللي أدى إلى غلق قطع العلاقات وثم غلق الأجواء وإنهاء أمبوب الغاز أذاك المغارب الأوروبي كان سبب حكاية البيغاسوس ومحققش فيها محققش فيها لأنهم لا تهمهم صمعة البلد ولا يهمهم أي شيء نزوات عابرة فقط شوف الدول اللي عندها مؤسسات حقيقية يتحركوا ويحقوا في القضية وإذا وجدوا شيء يحاسبوا الدولة ويلجأوا إلى القضاء الدولي من أجل إدانة هذه الدولة اللي تجس عليهم وإذا وجدوه كلام فارغ يبرقوا الدولة يعنوا بأن الدولة هذه ما در تنواله حتى لو أنكم في عداء للمغرب إذا حققتم ورقتوها حكاية بارية أقولوا هكذا الطمأنوا شعبكم لكن فوبيا المغرب ما تخليهم شي ديروا هذا لازم يعيش الشعب أن المغرب يجسس أن المغرب حرق لغابات أن المغرب يهاجب فينا أن المغرب يتوسع حبي الدين يديننا يوصلنا لحود التونس وليبيا أن المغرب كذا أن المغرب كذا ولا أعتقد بأن مثل هذه العقلية يمكن أن تبني دولة بل تهدم ما بني من قبل وهذا الذي سترونه رأي العين إن بقي العسكر يسيطرون على الدبلوماسية ويتحكمون في إدارة أزمات البلاد التي ترجع إلى العلاقات الدولية وفق مقاربات القانون الدولي الذي لا يعرفه العسكر واذكره كلاهن شيء اشتركوا في القناة